نحن ونقترب من نهاية الحلقة أستاذ عماد أوحى لي بشيء كان كنت بكلفنا ومراهيم وحسمح لك تسرد لنا لأنه قال إيه إن إحنا نتيجة الأهلي والعمل المؤسسي في الأهلي من 2005 استطاع المتخب يكسب ثلاث بطولات أفريقيا ده هو الأقال فأنت كنت بتستعرض معي إيه عشان نقفل بخمسة أهلي بقى دايماً وأبداً يا دكتور محمود ارتباط شرطي بين حالة الأهلي والمنتخب ومش محتاجة من أوحى من البعض لأن أنت بداية بطولات المنتخب 57 و 59 كاس الأمم دي الفترة اللي الأهلي كان واخد فيها تسعة دور كل تجربة الأهلي بيبنيها حتى في منتصف التميني هايقول لك المفارقة الأهلي بطل أفريقيا وبطل الدوري منتخب مصر يأخذ كاس الأمم 86 الأهلي يأخذ بطولة أفريقيا ويأخذ بطولة الدوري منتخب مصر يأخذ كاس الأمم 98 منو الجزئي يعمل الجيل بتاع الزهب الكتير في البداية الألفية تلاقي الأهلي جنباً إلى جنب المنتخب يأخذ الثلاثة كاس الأمم ما في مرة المنتخب بطل إلا والأهلي بطل أنا عايزة برضا ربطها كمان بحالة التناغم بين الفرق الكبيرة في الوقت ده يعني نشوف مثلاً جيل 86 وإحنا ما زلنا نتذكر وانبساطة أن نشوف طعاً قناة مع دكتور مصف عبدو الدكتور عالي شحاشا والفريق وشوفنا لسه أشرف قاسم كم عزمين أحمد الخطيب في برنامجه بيكلموا على زيارة كابتل الخطيب ليه كابتل أحمد الخطيب ليه حاجات حلوة شوف برضو الجيل اللي هو 2005 و2010 وحالات التناغم بين العيب الإعلام كانت تتعانق أه وما كانش في حساسية وكانت الجماهير بتروح مع بعض وكانت الدنيا بتروح معاك طبعاً يعني أنا دايماً أعتبر أن جوزيز شريك رئيسي في البطولات اللي حصل اللي حصل عليها وهو ده منطقية لأن أنت بتقدم أفراد بروح يعني بشخصية بشخصية